قبل أن أودعكم سأضرب لكم مثالا وهو مثال حسي والأمثلة الحسية مثل ما أقول دائما تقرب من وجه وتبعد من وجوه كثيرة والأمثلة الحسية لا نستطيع أن نقيس عليها جميع الجهات وإنما نأخذ لقطة لأجل تقريب الفكرة الغيبية العميقة لأذهان المتلقين فالناس بطبيعة حياتهم ولطبيعة شؤونهم يستأنسون بالأمور الحسية بنحو أكثر وأكبر وأعظم مما يستأنسون بالأمور المعنوية المعنوية الغيبية العقلية العميقة جدا لذا يحتاجون إلى الأمثلة الحسية القرآن نفسه حينما تحدث عن نور الله سبحانه وتعالى جاءنا بمثال حسي بمشكات ومصباح وزيت وهذا هو أعظم مثال في الكتاب الكريم لله ولنوره ولمحمد وآل محمد إذا أردنا أن نقيس عليه سيصبح المثال سببا لضلالنا لكننا يجب علينا أن نتعامل مع الأمثلة من الجهة التي قصدها ضارب المثل فإن الله حين ضرب المثل لنا قصد جهة معينة منها من هذا المثل فعلينا أن ننظر إلى الجهة المقصودة من قبل الذي ضرب المثل لا أن ننظر إلى بقية الجهات ونقوم بعملية مقايسة فإن الأمر سينقلب إلى ضلال كامل إلى خطأ كبير إلى طامة في العقيدة والمعاني الصحيحة سأضرب لكم مثالا أقرب لكم فكرة أركان التوحيد بخصوص عقيدتنا وهذا المثال ضربته سابقا في هذا البرنامج وفي برامج أخرى البث المباشر نحن الآن في استوديو قناة القمر فهذا هو الأصل للذي تشاهدونه على شاشة التلفزيون أو على الأجهزة الألكترونية للذين يشاهدون البرنامج عبر الشبكة العنكبوتية بالنتيجة على الشاشات على اختلاف أنواعها الأصل هنا حقيقة ما تشاهدونه على شاشة التلفزيون هنا في استوديو قناة القمر هذا هو الأفق الأول الأفق الأول إذا أردنا أن نتحدث عن هذا البرنامج الأفق الأول هو هذا ما يجري في الاستوديو ويمكنني أن أقول من أن الذي يجري في الاستوديو جرى فيه ولم يجري في أي مكان آخر لا في شاشة التلفزيون ولا في غيرها فالذي جرى جرى في الاستوديو لا أريد أن أتوغل كثيرا في التفاصيل الأفق الأول إذا ما جعلنا البث المباشر عقيدة الأفق الأول أين يكون في استوديو قناة القمر أثناء البث المباشر الأفق الثاني الأفق الثاني هو في الأمواج الصادرة التي نبثها عبر أجهزتنا عبر أجهزة البث عندنا في قناة القمر وعبر الفضاء وعبر أجهزة الاستلام والإرسال عبر شركة القمر الصناعي عبر المنظومة التي تنقل ما يجري في استوديو قناة القمر بشكل مباشر إلى أجهزة التلفزيون في بيوتكم حتى عبر الدش الخاص بكم فهو جزء من منظومة النقل والانتقال وعبر جهاز الرسيفر ما بين استوديو قناة القمر وما يجري فيه إلى شاشة التلفزيون هذا هو الأفق الثاني ما يخرج في شاشة التلفزيون في بيوتكم هذا هو الأفق الثالث الحالة التي عندكم في التفاعلي مع هذا البرنامج هذا هو الأفق الرابع هذا المثال يقرب لكم مراد من أركان عقيدة التوحيد الأربعة التوحيد في الأفق الذي كان الله ولم يكن معه شيء الأصل هناك لم تكن الحقيقة المحمدية موجودة لم يكن محمد وآل محمد موجودين لم نكن نحن موجودين كي نعتقد بعقيدة التوحيد كان الله ولم يكن معه شيء هذا هو الأفق الأول الركن الأول بعد ذلك جاء الركن الثاني الحقيقة المحمدية كانت ولم يكن معها شيء إنها الأمواج عبر الفضاء وعبر أجهزة الإرسال والاستلام ما قبل التلفزيون بعد ذلك يأتي الركن الثالث وهو التلفزيون إنه المجلى والمظهر مما تنقله الأمواج في الفضاء عبر أجهزة البث والإرسال والاستلام ومن التلفزيون ينتقل التأثير إلى المشاهد ذلك هو الركن الرابع من أركان التوحيد حيث التطبيق النظري والعملي لمضمون التوحيد في الأركان المتقدمة يظهر ذلك في عقولنا وقلوبنا ونوايانا ووجداننا وضمائرنا وفي أقوالنا وأفعالنا إلى بقية ما تم الحديث عنه أعتقد أن المثال يقرب من جهة قطعا يبعد من وجوه عديدة لكنني أأخذكم إلى الجهة المقربة فأنتم تتفاعلون بنحو يتناسب مع مضمون البرنامج قطعا البرنامج ليس هو الذي ينتقل إلى عقولكم وقلوبكم وإنما ينتقل تأثيره مضمونه بالضبط نحن حينما نضع أيدينا على الثلج ونشعر بالبرودة فإن الثلج من تقل إلى أيدينا وإنما انتقل أثر الثلج هذا الذي يقال له في الفلسفة الكيف المحسوس فهناك شيء انتقل إلى أيدينا بمقولة الكيف بكيفية ما هو مشابه إلى ما عليه الثلج هل هو ثلج ليس بثلج البرودة انتقلت إلى أيدينا نفس الشيء حينما نأكل السكر فهل الحلاوة التي نتحسسها بحواسنا بمذاقنا هي السكر السكر من خواصه الحلاوة أما الحلاوة فما هي بالسكر الحلاوة التي نتحسسها هي من آثار السكر الأثر الذي ينتقل إليكم هو من تأثير البرنامج وليس البرنامج فالبرنامج لم ينتقل إلى عقولكم وإلى قلوبكم ما يعبر عنه بالفلسفة بالكيف النفساني فالعلم له تأثير يقال له كيف النفساني كما يقال لأثر السكر على مذاقنا على وسائل الذوق عندنا كيف محسوس فانتقل الكيف النفساني إليكم عبر البرنامج الذي تشاهدونه في التلفزيون ولست أنا بلحمي وعظمي ودمي الذي يحدثكم في التلفزيون أنا وليس أنا والأمواج التي انتقلت عبر الفضاء وعبر أجهزة البث والإرسال والاستلام حتى وصلت إلى التلفزيون هي أنا وليس أنا هي البرنامج وليس البرنامج فالبرنامج الذي يجري في استوديا القمر ما هو بموجات إنه أنا ومن معي وهذه الأجهزة وهذا الكلام الحكاية تشابه هذا علاقتنا عبر عقيدتنا في عقولنا وقلوبنا بمحمد وآل محمد انتقلت إلينا من خلال ارتباطنا بهم من خلال حبنا من خلال إيماننا ومن خلال تعلمنا وبيعة الغدير هي التي أرادت ذلك ولذا من دون بيعة الغدير والالتزام بمضمونها فليس هنا كلام رسالة ولا من دين وإن لم تفعل فما بلغت رسالته عرفتم الآن المراد من معرفة إمام زماننا عرفتم الآن المراد من عقيدة التوحيد ولو بشكل إجمالي لأنني ما أكملت كلامي في الصحيفة الخامسة لحد الآن عرفتم الآن مضمون بيعة الغدير عرفتم الآن إصراري دائما على أن مراجع النجفي قد نقضوا وقد خانوا بيعة الغدير لماذا عرفتم أو لا أتمنى عليكم أن تعودوا مرارا وكرارا إلى هذه الحلقات خصوصا الحلقات التي ترتبط بعقيدة التوحيد فما عندكم من عقيدة توحيد في الحقيقة هو ضلال وشرك وابتعاد عن عقيدة التوحيد التي طلب رسول الله من أمير المؤمنين بل أمره أن يقاتل عليها أن يقاتل القوم على التأويل فالتأويل هو هذا هذه مظاهره وهذه عقيدته وقت الحلقة طال